سيد العميد ملف الأسرع ملف الأسرع بعد استشهاد يحيى السنوار نتنياهو يقول اليوم لدينا فرصة ذهبية لتحرير اللي يسميهم هو رهائن وزير الخارجية بالكيين اللي محتل يقول بعد استشهاد يحيى السنوار ستفض ملف الأسرع هو ضحكنا على الذقون فكأن السنوار كان هو الذي حارس الذي كان يحرس الرهائن يعني كلام مضحك وكما قال صديقنا وشاطره الرأي دعنا نرفع المعنويات الذي يستشهد وارتقاه إلى الرفيق الأعلى هو أحد قادة محور المقاومة ليس رأس المقاومة وليس رأس محور المقاومة أو الإشكال اليوم للصهاينة وهم يحاولون يعني ربما إيهام الجميع بأن الحرب هي مع حماس وهي في الحقيقة الحرب اليوم واضحة راهي ضد محور المقاومة كامل يعني نتكلم على المقاومة في لبنان المقاومة في سوريا المقاومة في العراق المقاومة في اليمن ولا أحد يتوقع ما سيحدث راهو الشعوب التي الآن تحس بالقهر وشوف التعليق يعني الشعوب العربية كلها اليوم أصبحت تحس بقهر ما يحدث إذن لا أحد يتوقع لكن نعاود نرفع المعنويات راهي ما تنهارش لأنه اليوم هناك محور مقاومة محور مقاومة اللي ذكرته توا واللي وراه قوة عظم التي تسنده مع الأسف في غياب كان المفروض أن تكون قوى عربية تسنده كان من المفروض أن تكون قوى عربية فهم ما يحدث فهم أنه السهاينة في الحقيقة لا يرمون إلى احتلال فلسطين فقط لو كان هذه سرديتهم الموضوع مش صعيب لكن نعاود راهو الهدف متاع السهاينة أكبر بكثير وقلناها عديد المرات انظروا الخريطة في أكتاف الضباط انظروا سرديتهم انظروا التلمودهم انظروا كلام مسؤوليهم انظروا إلى اليمين المتطرف ماذا يحكي اسمعوا سموتريتش ماذا يحكي اسمعوا بن كفير ماذا يقول إذن العملية أكبر بكثير والآن قلت لك الانزعاج اللي عندي هو من ضعف بصر بعض القادة العرب الذين لا يفهمون ما يحدث راهو هذا يتلاعب بنا يتلاعب بشعبه ويتلاعب بنا توكلمات السلام على شكون أنا هو المخبول المجنون الذي يستمع إلى كلام هذا هل إسرائيل تريد السلام؟ لو كانت تريد السلام لا مشينا في أسلو واتفاقية أسلو لا مشينا في كام ديفد وقواته اليوم أنا محفر في رادلفيا لو كانوا يريدون السلام لما اقتطعوا أكثر من 92% من أراضي الضفة الغربية لو كانوا يريدون السلام لما طبعوا بهذه يعني الطريقة المهينة لنا جميعا لما فرضوا معناها على بعض البلدان حماية معناها مقابل التطبيع إذن العملية أكبر بكثير لكن أنا معناوية مرتفعة لسبب بسيط اليوم هم لا يقاتلون الفلسطينيين الفلسطينيين وحدهم في معزل كما فعلوا في السابق اليوم هناك محور مقاومة فاهم العملية فاهم سرديت الصهاينة ويقاتل بالنيابة عننا جميعا وأريد أن أركز على هذه الكلمة أحب من أحب وكره من كلاه الاستراتيجي الحقيقي هو الذي يقرأ ويقرأ سرديت الصهاينة ويقرأ استراتيجيات الصهاينة ويعرف ما هو هدف محور المقاومة ككل هذا هو كل ما يقع على الميدان لا يهمني أنا أرى الميدان معناها بنظرة استراتيجية كبيرة وأرى أن محور المقاومة لا يزال صامت ولديه عديد الأوراق التي ما زال يلعبها والإشكال الأكبر أنه مو الشهمين اللي محور المقاومة في مواصلة هذا القتال راه يستنزف العدو حتى العظم هذا لا شيء فرح كبير لأنه نظرتهم وقدرة نتليه على الكذب على الشعب وعلى الغرب وعلى العالم بسفة عامة يظن أنه انتصار وأنه بهذه الطريقة هزمت الآن المقاومة الفلسطينية وسيطلق يعني يتم تسريح الرهائن هل لأي يوم بيننا وسنرى ما سيحدث أو من غدوة سترى أن رد الفعل متاع المقاومة في فلسطين وفي غزة ستكون أشرس وسيستحضر كلمة دكتور رافعة بيب يقول بخير يقول طفان الاستشهادين وبدأ فعلا طفان الاستشهادين كل يوم رأوا فمع عمليات استشهادية في قلب تل أبيب وفي يعني ضواحي تل أبيب وفي القدس وفي غيرها إذن محور المقاومة ما زال يقاتل وأتمنى أن يفهم الجميع ما هو مصيرنا لو لا قدر الله انهزم هذا المحور سترون العجب وسترون فعلا القبضة انتعى الصهاينة على العالم العربي الإسلامي وكما قال مشروح عمره حدود تركيا معناها سيطرة على كل المجال إلى حدود تركيا ثم إلى مكة والمدينة هذا هو روى الإشكال إذن فلنكن فاهمين العملية وفاهمين معناها معنى هذه الأمور ونصمد نصمد مع محور المقاومة لأننا نعاود وآخر كلمة وش نقولها فإنه يقاتل عننا جميعا بالنيابة بالنيابة على يعني لأنهم نظرتهم ثاقبة يروا ما يفعله الصهاينة درسوا مثل الشهيد السنوار درسوا السردية السهيونية هو حذر وعمل طفل الأقصى لأنه قرأ جيدا الهدف الذي كان يرمي له الصهاينة وكادوا يحققونه إلى حدود يوم 6 أكتوبر الفرد واضح سيد عميد بولبابا سالم استشهاد يحياء السنوار والرد الإيراني عن استشهاد واغتيال إسماعيل هنية اللي مجيش لليوم الرد الإيراني هل سيتأخر أكثر الرد الإيراني واليوم وكأننا نتأرجح بيد الرد الإيراني اللي قم للنووية الإيرانية هل سترد إيران ولا ليه تطفى شوية حكاية غزة اليوم استشهاد يحياء السنوار كل العيون ترجع على الغزة شكرا سماع هو شوف رو لما نتنياهو لما يحكي على الازدهار ما معنى الازدهار بالنسبة لي معناها أن تكون إسرائيل هي سيدة المنطقة هناك وهي كنقوله السيدة المنطقة معناها الكل يكون خدم لإسرائيل هناك هذا ما معنى الازدهار اللي يتحدث عليه هو تكون إسرائيل منطقة الجذب ومنطقة القوة وبالتالي حتى القوى الإقليمية الموجودة هناك تضمح ما يفهم مثلا المنطقة كنتشوف خريطة العالم كنحكي جيو بوليتيك شوية فهم أربع قوة